تصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة قائمة رياضة القدرة في العالم بعد أن أعلن الاتحاد الدولي للفروسية في تصنيفه الجديد عن احتلال سموه للمركز الأول في تصنيفه بعد سلسلة من الانجازات الكبيرة التي حققها سموه في العديد من البطولات الدولية من أبرزها تحقيق سموه للمركز الأول في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبطولة العالم للجهاد عمر ثمان سنوات التي أقيمت في إسبانيا علاوة على انجازات عديدة في البطولات الأوروبية والعالمية ويعتبر تصنيف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في المركز الأول على مستوى العالم نتاجا متميزا لمسيرة سموه في رياضة القدرة وظهوره في البطولات العالمية بصورة فنية عالية الأمر الذي منح سموه أفضلية على فرسان العالم وتصنيفه من قبل الاتحاد الدولي فارس العالم الأول وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فخور جدا بتصنيفه من قبل الاتحاد الدولي للفرسية على عرش فرسان العالم وهذا الإنجاز العالمي الجديد أهديه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي سندني طوال مسيرتي في تلك البطولة ووقف إلى جانبي ومنحني في خبرته في الرياضة الفرسية حتى وصولي إلى هذا الإنجاز العالمي الكبير وسط مسندة صاحب السمو الملكي الأمر سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعة سموه في جميع البطولات وتبع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كما أهدي هذا الإنجاز أيضا إلى شعب البحرين الفوافي الذي بدلني مشاعر الفرح بالإنجازات التي حققتها في تلك البطولات والتي جعلتني في المركز الأول في التصنيف العالمي بالإضافة إلى وقوف إخواني من فرسان الفريق الملكي معي في مختلف البطولات والعمل الجماعي الذي كان يلف الفريق الملكي وكان الاتحاد الدولي للفرسية قد نشر التحديث الأخير لتصنيف فرسان وجياد القدرة على مستوى العالمي والإقليمي وجاء سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمركز الأول عالميا برصد 320 نقطة بفارق كبير عن المركز الثاني الذي يحتل له البرتغالي ليونور مريرا برصيد 248 نقطة وفارس الفريق الملكي جعفر ميرزا في المركز الثالث والفارس ناصر القحطاني في المركز العشر ترجمة نانسي قنقر